السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الأيمان من صحيحه تحت باب ندب من حلف يمينا فراء غيرها خيرا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه قال حدثني أبو الربيع العتكي حدثنا حماد يعني ابن زيد عن أيوب وهو أيوب بن أبي تميمة السختياني عن أبي قلابة وهو عبد الله بن زيد الجرمي وعن القاسم بن عاصم عن زهدم الجرمي قال أيوب وأنا لحديث القاسم أحفظ مني لحديث أبي قلابة قال كن عند أبي موسى فدعى بمائدته وعليها لحم دجاج وعليها لحم دجاج فذقل رجل من بني تيم الله أحمر شبيه بالموالي أي ليس كأنه ليس من أهل البلاد كأنه مولى من الموالي فقال هل أم فقال لو هل أم فتلكى فقال هل أم فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه فقال الرجل إني رأيته يأكل شيئا فقذرته يعني الرجل الذي من بيني تيم الله أبى أن يأكل الدجاج لماذا أبى أن يأكل الدجاج لأنه رأى الدجاج يأكل شيئا قذرا فحلفت أن لا أطعمه فقال هل أم أحدثك عن ذلك إني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط أي في جماعة من الأشعريين أي من قبيلة أبي موسى نستحمله أي نطلب منه أن يعطينا جملا أو ناقة فرسا نركبه حتى نخرج للجهاد في سبيل الله فقال والله لا أحملكم وما عندما أحملكم عليه فلبسنا ما شاء الله فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنها بإبل أي بغنيمة من الإبل فدعى بنا فأمرنا بخمس زود غر الزرة يعني الغر الأبيض الزرة جمع ذروة عن ذروة السنان بيضاء جمال ذروتها بيضاء قال فلما انطلقنا قال بعضنا لبعض أغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمين أي أنسيناه اليمين لا يبارك لنا فرجعنا إليه فقلنا يا رسول الله إن أتيناك أنستحملك وإنك حلفت أن لا تحملنا ثم حملتنا أفنسيت يا رسول الله قال إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خير منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها أي زعلتها محللة بالكفارة فانطلقوا فإنما حملكم الله عز وجل نعم وفي رواية عن زهتم الجرمي قال كان بين هذا الحي من جرم وبين الأشعريين ود وإخاء فقلنا عند أبي موسى الأشعري فقرب إليه طعام في لحم دجاج كان بين هذا الحي من جرم يعني الجرميين ومقلاب بن زيد الجرم وبين الأشعريين ود وإخاء نعم في زيادة في هذا الحديث إني والله ما نسيتها أي ما نسيت اليمين التي حلفتها ولتحررها زيادة أيضا لكن على أي حال تحرره ليس له كبير فإذا تنفي مارا والله أعلم في رواة عن زهتم عن أبي موسى الأشعري قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله قال ما عندي ما أحملكم ما الله ما أحملكم ثم بعث إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة زود بقع الزرى يقول ما كان فيه بياض وسوائد لكن مراد بيض نعم فقلنا إن أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف أن لا أحملنا فأتيناه فأخبرناه فقال إني لأحلف على يمين أرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير إلا أتيت الذي هو خير هذا هو صلوات ربي وسلامه على النبي محمد وآله والحمد لله رب العالمين والصلاة صل الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا ترجمة نانسي قنقر